بقى بقى نروح للمنتخب واللي من المقرر ان مفروض يصل البرتغالي فيتوريا المدير الفاني للمنتخب المصري خلاص للقاهرة ان شاء الله بكرة يوم الثلاث لبدء بقى هنا او لبداية مهمته بشكل رسمي من المنتظر ان يتم تقديمه طبعا برضو لوسائل الاعلام في مؤتمر الصحفي يوم الاربع ده حيكون بمقرر الاتحاد المصري لكرة القدم طيب نقول بعض المعلومات السريعة كده عن فيتوريا فيتوريا من موليد 16 ابريل عام 1970 ومسيرته كلاعب كانت معظمة مع اندية بورتغالية مغمورة بدأ مشواره التدريبي عام 2004 النقلة المفروض الأبرز يعني في مشواره التدريبي لما تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا وبعد كده تولى العديد والعديد من الاندية او قيادة العديد والعديد من الاندية وحصل على ثمن بطولات خلال تدريبه او خلال مسيره او مسيرته التدريبية يعني تاني هنرجع نقول ده LCV بغض النظر عن ان البعض مقتنع به البعض مختلف عليه ده LCV بتاع الراجل الراجل عنده مهمة تقيلة جدا الراجل يعني من قبل ما يبدأ وهو بيتم انتقاده قلنا الكلام ده قبل كده اي حد كان هيجي في هذا المكان كان حيتم انتقاده بشكل برضو مبالغ فيه لسه ما بدأش لسه ما شفناش حاجة لسه ما قرناش تفكيره لكن بيتم من حد دلوقتي حد هذه اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها انتقاده من بعض الاشخاص مش هحدد مين بس من بعض الاشخاص على كل حال بنتمنى لي التوفيق فكرة انه هو ينجح وفكرة ان احنا برضو بنقرر التجربة البرتغالية مرة تانية احنا عندنا طبعا مع الاهلي ومع الزمالج ودلوقتي مع منتخب مصر بنجرب او تحت قيادة يعني التجربة البرتغالية نتمنى ان شاء الله ان هي تكون موفقة جدا لان احنا كمصريين زي منتقال كده الوحيد تعب يعني الوحيد تعب من فكرة ان احنا بنجرب يعني كارلوس كيراش كانت مش عارفة قيم بصراحة مع الناس اللي مش عارفة قيم كانت نكحة ولا كانت فاشلة ولا كانت متوسطة التجربة بتاعته لكن المجمل احنا ما حصلناش على اللي احنا عايزينه منه ما حصلناش على اللي احنا عايزينه منه فنتمنى القادم يكون افضل نتمنى ان فيتوريا يقدر ان هو يحقق للمصريين امال يمكن مشروعة جدا اتمنى ان احنا ككرة قدم مصرية ترتقي يبقى فيه لعب مختلف يبقى فيه تطوير فيه كرة القدم احنا مش عايزين حد يجي لعبنا من نفس الاسوب احنا عايزين حد يجي يطور لنا المنظومة بتاعتنا كرة القدم نتمنى ونأمل ده يكون موجود في فيتوريا